دكتور عيوة يبقى في عندي سؤال برضو ألا وهو مين اللي مسؤول عن الأسطورة بتاعة أصل المصري كفاقته أقل من الأجنبي التركيز بتاعه أقل من الأجنبي أنا بسمع الجملة دي لو أنا داخل الصادلية بيتقال لي كده طب ما تاخد المستورد أحسن بيتقال لي كده من بعض الناس مش هقول كل الناس بس بيتقال لي كده من بعض الناس ده واحد اتنين زي ما كان أيضا بيتكلم دكتور عيوة مرة تانية على مسألة مفيش حاجة اسمها كده يا جماعة طيب ومن ناحية أخرى أنا ليه الرشدة ما بتكتبش بالاسم العلمي ليه بتكتب بالاسم التجاري طيب خلينا أقول وانا ده رديش ما أطرع علي قبل الهوى إنه التورطة كبرت أول وحلوة في مصر أنا هي تورطة بقى تورطة الدواء تورطة الدواء احنا بنتكلم يا أستاذ يوسف على ميتين مليار جنيه حجم تورطة الدواء في مصر من سبعة مليار جنيه في ألفين وثلاثة حتى كنت برجع الرقم مع الدوطرة علي عشان ممكن أكون نسيت ولا حاجة فعشان تتكلم على عشرين سنة حجم التورطة تزيد من سبعة مليار لميتين مليار لا ده قفزة كبيرة جدا هذه التورطة خلت فتحت عيون ناس كتير عليها شركات عالمية اسمارات محلية وبالتالي المنافسة جادت تبت نفسه عالمين على ثلاثة عناصر الطبيب اللي بيكتب والصيدالي اللي بوفر الدواء وعقلية المريض وبالتالي هنا الدواء بارستامولي اللي بيكلم عليها الدكتور علي الدواء ده أصلا عمره كم سنة في مصر عشر سنين خمشار سنة عشرين سنة طيب احنا عندنا بارستامول من شركة النصر اللي في الستينات اللي يخلي دواء يخشه مصر بقاله عشر سنين يبقى من ضمن خمس أدواء في مصر هي أكثر مبيعا بينما الدواء المصري الأصيل يتراجع إلى الوراء هو قوة الدعاية قوة اللعب على الدناس يعني لك في التليفزيون السيلز بينزلوا على العيادات والمستشفاء يعني تمام دعاية 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 فخالي النهاردة الشركات الإسماعية عندها منتجات كتير وبتنافس وبالتالي عندها طريقتين لمنافس الطريقة الأولى أنا بكلمها على منتجي لكن فيها طرق أخرى يعني ننقسك البقى أنا بضرف في المنتج الآخر أنا منتجي مظبوط وممكن يلعب بدمغك حتى بشكل علمي لأنه فيه دواء مثلا تأثيره واحد في المية فيه دواء آخر نزل جديد تأثيره اتنين في المية مش بيقولك أن الفرق بين دواء ده واحد في المية يقولك أننا زيادة عن سابقية بمية في المية هنا كده لعب بدماغ وبالتالي هنا هناك مصالح من اللي وراء إشاعت أن أدوية التأمين الصحي أدوية غير فعالة ولاش لذبة همه برضو أصحاب المصالح فطبعاً ده شيء معروف لكن يجب بأنه ناخد بلا أنا بس فيه لطفين كده على السريع برضو إحنا مع دراش نقص دواء إحنا عندنا فائد أدوية وده شيء غريب جدا سألت سؤال إمتى أخش الصيدلية محدش يقولي مفيش لا لا يمكن هيحصل ليه كمان لأنه فيه شقة آخر مثلا أنا بدخل الصيدلية بسأل على دواء معين أنا باخده فبيقولي معلش يصله نقص فبلف عليه فاربع خمس صيدلية أقول سيدك ليه لأنه ريح دماغه مرضيش يبزل مجود معاك عشان يقولك أن هناك مسال لكن أنا معرفش حركة في مكتين ولا أنا ما أقول إن مش يحصل يجي يوم إن الواحد يخش الصيدلية يلاقي دواء بشكل كامل ليه بقى لأنه فيه أدواء بتلغى عالميا فيه دلوقتي دواء كان نوفالجين بتاع الزمان بصبت فمن غير المنطقي رحنا أطفال كنا بنسف نوفالجين فمن غير المنطقي سيدك تقولي أنا خلت الصيدلية بسأل على نوفالجين ما لقيتوش أنا مش لاقي الدواء دواء تلغى من الدنيا تلغى دواء لكن فيه بقى تقصير يا دستر عالي تقصير من إحنا بقى إحنا متخصصين لو أنا مش متابع إن النوفالجين بيعمل كذا وإن المفروض ما كتبوش هكتبو والعيين هكدور عليه لأنه بطول كتبهودي